اشتركوا في القناة وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا مات من استقرت عليه حجة الإسلام ولم يحج في شخص من كل النواحي كان مستطيع أن يأتي بالحجة الواجبة عليه بأصل الشريعة نحن عندنا الإنسان المكلف عليه حجة واحدة في عمره هذه حجة واجبة بالأصل هذا الشخص ما كان عنده أي مشكلة من ناحية المالية مستطيع جواز عنده منع سفر ما عليه صحياً يقدر يحج ما عنده أي عذر إنما يحج ولكن ما حج وتوفي وترك تريكة صار عنده مال إرث ورث لورثته الآن هذا بدم تحجة من أين يستخرجون هذا المال سواء وصى أم لم يوصي الحالة الأولى أنه لم يوصي بأن يحج عنه ما وصى بشيء من خصوص الحج ما وصى شيء من أين يخرج هذا المال عشان يحجون عنه لأن الحج في تكاليف مالية من وين يقول واجبة قضاؤها من أصل تركته شنو يعني من أصل تركته يعني قبل ما يوزعون أي شيء من التركة لا يستخرجون قبل ما يستخرجون منها الثلد قبل ما يوزعون على الورثة أبداً هذا دين في رقبة هذا الميت والدين يستخرج قبل ما يتم توزيع التركة نفرض أنه وتارك عشر تالاف دينار والحج تكلف ثلاث تالاف دينار قبل ما يجيسون الفلوس ووزعونها بين الورثة وطلعون الثلث وكذا أول شيء يستخرجون كم؟ الثلاث تالاف مالة الحج ويقولون هذا دين عليه للحج هذا برقبته هذا بدمته هذا في حالة أنه ما أوصى بشيء الحالة الثانية أنه أوصى بأن يحج عنه ولكن ما قال طلعوا من ثلثي قيمة حجة فقط أوصى أن حجوا عني طلعوا لي حجة لكن لم يقل من الثلث في هذه الحالة أيضاً قيمة الحجة تكلفة الحجة من أين تستخرج؟ من أصل التركة يعني نفس الحالة اللي قبل شوي عندنا الصورة الثالثة أنه قال طلعوا لي حجة من الثلث من ثلثي نزيل الآن نأتي هذا من الثلث يعتبر طيب هل المبلغ اللي تكلف الحجة الثلث يفي به أم لا يعني مثلاً ترك عشرة آلاف دينار الثلث يش كثر؟ ثلاثة آلاف وشوية وتكلفة الحج كم؟ ثلاثة آلاف دينار إذن الثلث هنا وفى بتكاليف الحجة فحين ذاك خلاص من الثلث نأتي ونأخذ ثلاثة آلاف دينار من الثلث وش نسوي؟ طلع لحجة يعني لو نفرض أنه قال أبي من ثلثي اطلعون لي الحجة وأبي أيضاً تعطون مثلاً صدقات وتسوون لي مثلاً تبنون لي مسجد وكذا وهو كل اللي تركه كم؟ عشرة آلاف دينار وثلثة كم؟ ثلاثة آلاف وثلاثمية وشوي فأول شيء شي بدون هنا أول شيء طلعون للحجة اللي هو ثلاثة آلاف دينار الباقي يتصرفون فيه بحسب الأولويات هذا موضوع ثاني وهذا حشنو؟ طيب أما في حالة إن حتى الثلث ما يكفي مثلاً قال طلعوا الحجة من ثلثي وكل اللي هو تركه كم؟ تارك له ثلاثة آلاف دينار ثلثة ثلاثة آلاف كم؟ ألف دينار ألف والحجة تكلف ثلاثة آلاف فحين ذاك من أين يكملون؟ من أصل التركة يكملون من أصل لازمه تتميمه من الأصل يعني يأخذون ألف الثلث والألفين الباقيين من وين يأخذونهم؟ من أصل التركة طيب مسألة ثانية من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه أيضاً خمس أو زكاة يعني كان هو مطلوب أن يزكي أو مطلوب أن يخمس ثبت عليه في حياته وما أخرج الخمس أو الزكاة ما طلعهم هذا أيضاً يعتبر ماذا؟ دين هذا أيضاً دين في رقبته قبل ما تتوزع التركة أيضاً لازم شي طلعون الخمس اللي كان برقبته وهو حي أو الزكاة اللي كانت برقبته وهو حي فقصورة التركة يوحق التركة مجموع اللي أهوى عليه مثلاً من حج وخمس أو زكاة أكثر من قيمة التركة اللي تركها كل اللي مطلوب أهوى مثلاً سبع تالاف دينار وأهوى كل اللي تاركه أربع تالاف دينار واضح؟ هنا شي قدمون شي بدون في حالتين حالة الأولى أن المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجود بعينه يعني شنو موجود بعينه نفرض نتكلم عن الخمس واحد بتجوري عنده سبائك ذهبية هذه السبائك عليها شنو؟ عليها خمس كان ثابت عليها خمس مو فلوس مو فلوس مو بذمته ألف دينار لا بذمته خمس شنو؟ شي عيني خارجي اللي هو مثل هذه السبائك الذهبية واضح؟ في هذه الحالة في هذه الحالة نطلع الخمس مالة السبائك ونشوف بعدين الباقي يصير في حجه ولا ما يصير يعني الأولوية لماذا؟ للخمس في هذه الحالة أما إذا كان الخمس أو الزكاة لمال في ذمته شنو يعني مال في ذمته؟ يعني فلوس النقدية فلوس النقدية بذمته هو مثلاً خمسة آلاف دينار خمس مو بشكل سبائك ذهب وكذا مو أشياء عينية بذمته هذا المبلغ مطلوب وهو من قبل هذا المبلغ وما أخرجه وصرف الفلوس وراحت بس برقبته خمسة آلاف دينار خمس مثلاً وأيضاً وأيضاً عليه ماذا؟ عليه الحجة في هذه الحالة أيهما نقدم من التركة الحج هنا في هذه الحالة نقدم الحج مسألة أخرى من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين لشخص أو أشخاص أكو ناس يطالبون فلاني طالبة خمسمية ذاكي طالبة ألف هذا يطالبة سبعمية كذا 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 مجموع الناس اللي طالبون ست آلاف دينار وأيضاً هو عليه حجة الحجة في كم قلنا؟ مثلاً ثلاثة آلاف دينار وهو المبلغ اللي تاركه كم؟ تارك نفرض سبعة آلاف دينار ومطلوبه هو كم؟ سبعة آلاف دينار وعليه حجة هذه ثلاثة آلاف صار مجموع مطلوب عشرة بينما اللي تركه سبعة آلاف شن بدي؟ يقول بدي الدين ما للناس رجع ديون الناس إذا فضل شيء وهذا الباقي ممكن يحج به يحج به إذا ما فضل بعد خلاص مسألة أخرى من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته بما ينافي أداء الحج منها ما دامت ذمته مشغولة بالحج لا يجيسون الفلوس لا يتصرفون فيها بأي طريقة مدام أن ذمت مشغولة بالحج أول شيء لازم ينطرون لما يصير موسم الحج يحجون عنه بهذه الفلوس بعدين يتصرفون فيها من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها إن لم يكن عليه شيء من دين أو خمس أو زكاة عليه حجة؟ عليه حجة؟ عليه حجة؟ تكلف قلنا ثلاثة آلاف دينار بس أهوة كل اللي تاركه ألف وخمسمية والألف وخمسمية شنو؟ ما توفي حق الحجة ومو مطلوب أهوة لا خمس ولا زكاة ولا ديون عليه شنو نسوي في هالحالة؟ تكون التركة للورثة هل نلزم الورثة تعالوا هذا أبوكم مثلا دفعوا غصبا عليكم من جيبكم من مالكم الخاص دفعوا ألف وخمسمية خلي نكمل شنو؟ الثلاثة آلاف نجبرهم؟ يقول لا واجب التتميم؟ لا نزيل ألف وخمسمية شنو يساوون فيها هذا حقهم تاركه تروح لهم الآن عندهم بر حق أبوهم يساوون عنا حجة مجانية من جيبهم يزيدون الألف وخمسمية يساوونها ثلاثة آلاف يخلونا يحج حين ذاك ماذا؟ يؤدون هذا ما يبون يساوون من الناحية الشرعية هم شنو؟ مو مطالبين بشيء وهذه الألف وخمسمية اللي ما تكفي للحج بأي طريقة ما تكفي مشرط أنه من الكويت ممكن أن الألف وخمسمية يكفي أنك تطلع لك حج من وين؟ من نفس مثلا مكة فيكون التكاليف أقل فرضا صح؟ أما لا نفرض أنها ما تكفي حق شيء هذه الألف وخمسمية بأي عال ما حد يقدر يحج عنه فإذن بالعافية على من؟ على الورثة يأخذون هذه الفلوس إيهي كأرث بالنسبة إليهم اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وبركاته اجتماعي اجتماعي اشتركوا في القناة